السلام عليكم إخواني مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام اليوم إن شاء الله سوف نقوم بإنشاء بروفايل كاتب لزيادة المبيعات على حسابنا في أمازون كيديبي بطريقة بسيطة وسهلة جدا ثم سوف نجيب على بعض الأسئلة المهمة مثل لماذا يجب أن أنشأ أوتر بروفايل وكذلك شروط اختيار اسم الكاتب ثم هل يمكن استعمال أكثر من اسم في حسابنا قبل البداية إن كانت هذه هي أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك والضغط على الجرس ليصلك جديد الفيديوهات الخاصة بنا أول بأول ولمن لم ينضم بعد إلى المجموعة فسأترك لكم رابط هذه المجموعة في وصف الفيديو فهي مجموعة خاصة بنا نطرح فيها مجموعة من التساؤلات ونجيب كذلك على المشاكل التي تواجه الأصدقاء إذن على بركة الله فلماذا يجب أن أنشأ بروفايل كاتب؟ أولا إظهار الكتاب بصورة احترافية لأن دائما الزبون عندما يطلع على الكتاب ولا يجد هذا البروفايل التعريفي بصاحب الكتاب أو منشئ هذا الكتاب فيكون متردد في شأن شراء هذا الكتاب أو عدم شرائه ثم تانيا كسب تقة الزبون فكما قلنا سبقا فعند ظهور بروفايل الكاتب والخلفية التعليمية لهذا الكاتب فيسهل على الزبون أن يتقى في هذا الكاتب وشراء الكتاب الخاص به ثم الحصول على متابعين فعند اختيار مثلا الزبون للكتاب خاص بك وإن أعجبه هذا الكتاب فلابد أن يذهب إلى البروفايل الخاص بك ويقوم بمتابعته وبالتالي عند رفعك لأي كتاب يظهر له هو الأول ومن ثم تستطيع أن تضيف مبيعات أخرى جديدة إلى قائمة المبيعات الخاص بك دون عناء ولا مشقة ثم تجميع جميع الكتب في صفحة واحدة وترتيب هذه الكتب بشكل منظم حيث أن الزبون عند مشاهدتي لكتابك ومحاولة معرفة بعض الكتب التي تشبه هذا النسق من الكتب فليس عليه إلا الدخول إلى البروفايل الخاص بالكاتب يعني الخاص بك ثم بعده سوف يظهر له جميع الكتب التي قمت بإنشائها سابقا وهذا سوف يعطيك كذلك نسبة من المبيعات الجديدة التي لم تأتيك لا من الحملات الإعلانية ولا حتى من الطرافق الذي تقدم لك هذه المنصة أمازون إذن الآن شروط اختيار الاسم فبالنسبة للشروط اختيار الاسم فأولا اختيار اسم أجنبي أخي الكريم لأن اختيارك للاسم العربي فقد ينقص من عدد المبيعات لأننا نعرف العنصرية التي يوجه العرب في الدول الأجنبية ثم ثانيا اختيار اسم سهل للحفظ وذلك لأن الزبون عند اقتنائه لأحد الكتب الخاصة بك وإن أعجب بهذا الكتاب فلابد أن يقوم بحفظ هذا الاسم وبالتالي عند محاولته البحث على كتاب آخر فيذهب دائما إلى الروشرش ويقوم بالبحث عن اسمك أولا وبالتالي تظهر له زميع الكتب التي قمت بإنشائها آخر ثم ثالثا أخي الكريم تجنب اختيار اسم لكاتب أو شخصية مشهورة لأن هذا قد يعرض حسابك إلى الإغلاق بصفة نهائية ولن تستطيع استرداد أخي الكريم ثم أخيرا تجنب اختيار اسم لكاتب منافس فلا يظهر لك بأن هذا الكاتب لديه مبيعات كبيرة أو لديه اسم في السوق وتريد أن تأخذ اسمه لتحقيق مبيعات زائدة فهذا أخي الكريم قد يؤدي أو سيؤدي لا محل إلى إغلاق حسابك مباشر ثم أخيرا هل يمكن استعمال أكثر من اسم؟ يعني مثلا أنا أريد أن أشتغل في الكولورين بوكس وكذلك أريد أن أشتغل في مجالات أخرى يعني مثل النوتبوك ونوعية أخرى من الكتب فمن الأحسن أن تقوم باختيار يعني كل نيش أنت تقوم بالاشتغال عليه تقوم بوضع اسم خاص به يعني pain name وحدة pain name يكون خاص عند دخول المشتري مثلا إلى نوعية من الكتب مثلا activity books تظهر له جميع هذه الكتب ولا تشتت انتباه الزبون لأن الزبون عند دخوله إلى هذه النوعية من الكتب فهو بصيغة أخرى لا يريد نوعية أخرى فهو يريد تلك النوعية فقط لهذا من الأحسن أن تقوم بوضع أي نيش تقوم بإنشائه باسم خاص به مثلا جميع الكتب التي تعتمد على التلوين يمكن أن تضع لها اسم خاص به ولذلك أخي الكريم يجب عليك أن تنتبه معي جيدا فأي بروفايل خاص بالكاتب يمكنك أن تضع له ثلاث أسماء فقط لذلك قم باختيار ثلاث نيشات وكل نيش ضع له اسم خاص به في البروفايل الخاص بك وإن كان لديك أكثر من نوع من الكتب وتريد أن تخصص لكل نيش اسم خاص به فيجب عليك أن تقوم بإنشاء بروفايل كاتب جديد وتقوم بإضافة كذلك ثلاث أسماء فرعية خاصة به لكن انتبه معي أخي الكريم عند إنشائك لبروفايل كاتب جديد فيجب عليك أن تدخله بإيميل جديد انتبه معي بإيميل جديد حتى لا تتسبب في أي مشكل لحسابك لكن نصيحتي البسيطة لك أخي الكريم هو أن تشتغل ببروفايل واحد وقوم بتخصيص ثلاث أسماء لثلاث نيتشات التي تقوم بالاشتغال عليها ورفع الكتب الكثير فيها وهذا قد يفي بالغرض أخي الكريم إذن إخواني نمر الآن إلى التطبيق فهنا قمت بجلب مثالين حتى أبين لكم الفرق بين شخص يضع بروفايل خاص به وشخص لا يضع بروفايل الكاتب الخاص به يعني لا يستعمل أي بروفايل فمثلا لاحظوا معي إخواني هذا الكتاب وهنا لا يظهر لي شيء إن كنت مشتري فأنا لا أستطيع أن أشتري من هذا الكاتب لأنه وبكل بساطة يعني لا أعرف خلفيته التعليمية ولا أعرف أي شيء عن هذا الكاتب وقد يعطيني بعض الأشياء التي لا أريد أن أعلمها لأطفال الصغار لذلك فأنا لن أختار مثل هذا الكتاب لكن إن ذهبنا إلى هذا الكتاب فلاحظوا معي إخواني هنا نجد الكاتب أو الكاتبة التي قامت بكتابة هذا الكتاب وهي كارولين يعني عند محاولة الدخول إلى الملف التعريفي الخاص بها فهنا كما تشاهدون الاسم الخاص بهذه السيدة وهي عبارة عن دكتورة وأستاذة يعني عند قراءة لهذه المعلومات البسيطة التي تبدو لكم فهي مؤترة جداً علي كمشتري وكزبون لأنني عندما أريد أن أشتري كتاب لأطفالي فلن أشتري لهم كتاب من أي شخص يقوم بإنشاءه فلابد أن أختار أستاذ يعني لديه خلفية تعليمية لأتأكد بأن هذا الكتاب سوف يستفيد منه طفلي بشكل جيد هذه هي الفكرة الأساسية لإنشاء بروفايل خاص بنا ومثلاً قمت بالشراء من هذه الكاتبة هذا الكتاب مثلاً فإن أعجبني هذا الكتاب وأعجب أطفالي فلابد أن أأتي إلى هذه الفولو وأقوم بمتابعة هذا الحساب الخاص بهذا الكاتب ومباشرة عند رفع هذا الكاتب لأي كتاب بعدما قمت بمتابعته فسوف يظهر لي دائماً في حسابي أمازون وبالتالي سوف تكون هناك احتمالية كبيرة للشراء من جديد من نفس الكاتب إذن السؤال المطروح الآن هو كيف سأقوم بإنشاء بروفايل خاص بي أنا ككاتب في أمازون فالطريقة سهلة جداً إخواني سوف أضع لكم الرابط في وصف هذا الفيديو وعند الدخول سوف تظهر لكم مواجهة البرنامج على هذا الشكل ثم بعدها نذهب هنا ثم الآن نقوم بإدخال الباسورد الخاص بالإيميل الذي قمنا بالتسجيل فيه في أمازون كي دي بي ثم الدخول إذن هنا تظهر لنا مجموعة من الشروط من الأحسن أخي الكريم أن تقوم بقراءة هذه الشروط حتى لا تقع في أي مشكل بعد إنشائك لهذا الحساب ثم هنا أكسبت يعني أقبل بهذه الشروط ثم عند الدخول مباشرة فسوف تظهر لي جميع الكتب التي تحمله نفس الاسم الذي قمت بالتسجيل به في أمازون كي دي بي لذلك إخواني الكرام فإن كان مثلاً هذا الكتاب خاص به فما علي إلا الضغط على هذه الأيقونة من هنا ثم تأكيد بأن هذا الكتاب كتابي بما أن هذا الكتاب ليس خاص به فسوف أحاول إيجاد الكتب الخاصة بي مثلاً إذا لم يظهر لي أي كتاب من الكتب التي قمت بإنشائها أقوم بالضغط على هذا الزر من هنا بأن هذه الكتب لا تخصني ثم هنا أقوم برفع الاسم الذي أقوم بإدراجه في كتبي مثلاً أنا هذا هو الاسم لقد قمت بكتابته وهنا continue إذن هنا ظهرت لي جميع الكتب التي قمت بإنشائها سابقاً ما علي إلا الضغط إلى هذه الأيقونة واختيار هذا الاختيار بأن هذا الكتاب لي سوف يوجهونك إلى هذه الوجهة لتأكيد هذا الاختيار وأخبرهم هنا بأن هذا الكتاب خاص به فعلاً هنا يخبرونني بأنهم قد أرسلوا لي رسالة في الإيميل الخاص به أقوم بالذهاب إلى الجمع الخاص به للتأكد إذن هذه هي الرسالة التي قاموا بإرسالها لي والآن ما علي سوى تأكيد الدخول من هذا الرابط ثم من هنا نقوم بالدخول إلى حسابنا والآن تظهر لنا هذه الواجهة هنا الصفحة الخاصة بالكاتب يعني يمكنك هنا أن تضع مجموعة يعني من الأشياء التي تحصلت عليها كجوائز كتابية أو يعني شهادة دراسية كما شاهدنا في المثال السابق ما عليك سوى الدخول إلى بعض الكتب التي تحمل نفس النيتش الخاص بك ومحاولة اقتباس نفس الأفكار التي قاموا بوضعها الكتاب في البروفايل الخاص بهم وبهذا تكون قد أنشأت بيوغرافي خاصة بك ثم البلوغ كذلك هنا يمكنك يعني رفع بعض التدوينات حول كتب أو حول بعض الأشياء التي يعني تقوم بالاشتغال عليها ومن هنا إخواني تقومون برفع لينك خاص بالمدونة الخاصة بكم إن كانت لديكم مدونة أو موقع ما كيفما كان ثم من هنا نقوم برفع الصورة الخاصة بالبروفايل الخاص بنا كهذه الصورة مثلا ومن هنا يمكننا رفع فيديو تعريفي عنه أو فيديو تعريفي لكتاب خاص بنا مثلا ثم هنا بوك من هنا أقوم بإدخال جميع الكتب الخاصة بي وهنا كما تشاهدون إما عن طريق كتابة التايتل أو اسم الكاتب أو الاسبين المعرف الخاص بالكتاب فمثلا أنا سأختار الاسم الذي أقوم برفعه في الكتب الخاصة بي ثم go إذن هذه الكتب جميعها كتب خاصة بي ماذا سأفعل الآن؟ سأقوم بإدراجها واحد تلواء الآخر وأعتدر إخواني لأنني لا أظهر هذه الكتب ليس لأنني أريد أن أخفي عليكم تصاميمي فهناك بعض الأشخاص الذين قد يقومون بإنشاء نفس أغلفة ونفس الديزاين ونفس العنوان الخاص بي وبالتالي قد يؤثرون على حسابي وعلى حسابهم كذلك بطريقة غير مباشرة ذلك تجنبا لهذه المشاكل فأنا لا أظهر الكتب الخاص بي وتقبلوا اعتدار إخواني الكرام إذن هنا قمت بإدراج جميع الكتب الخاصة بي كما تشاهدون في هذه القائمة الخاصة بهذا النتش فقط ومن هنا يمكننا معرفة عدد المبيعات الخاصة بنا والرانك كذلك الخاص بكتبنا ومن هنا يمكننا أن نلجأ إلى جميع الريفيوز يعني تقييم الزبناء الذين قاموا بشراء كتبنا إذن إخواني كان هذا هو تعريف أوتر سانتر بروفايل الكاتب أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح هذا البرنامج بكل جوانبه وكالعادة إخواني إن أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر إعجاب ليصل الفيديو إلى أكبر عدد من الأصدقاء وتعم الفائدة وإن كنت لم تشارك في القناة فقم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك جديدنا أول بأول وانتظروا إخواني في الدرس المقبل إن شاء الله سوف تكون هناك مفاجأة كبيرة للأوفياء الخاص بقناة استفهام عام ودمتم موفقين إخواني وإلى اللقاء